وقعت هيئة شارقة للوثائق والأرشيف مع مكتبة الإسكندرية مذكرة تفاهم بالتعاون بين الجانبين في مجال الأرشفة والتوثيق الرقمي وأكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية في كلمة له بمناسبة التوقيع أكد أن الشارقة التي يقود مسيرتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هي عاصمة الثقافة العربية الحقيقية وصاحبة الدور الوطني والقومي على كافة المستويات وأعرب عن فخره واعتزازه بتوقيع هذه المذكرة تحوي تاريخ مصر وأرشيف العالم على مدى نحو 23 قرنان هي المكتبة العظمى أو مكتبة الأسكندرية الملكية هكذا كان اسمها قديما وهنا الشارقة قلب الثقافة النابض في الوطن العربي توافق معرفي ومسافات جغرافية اختزلها وفد هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف برئاسة سعادة صلاح المحمود مدير عام الهيئة بزيارته الرسمية لمركز توثيق التراث الحضرية التابع لمكتبة الأسكندرية زيارة تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومكتبة الأسكندرية أن مذكرة التفاهم التي نوقعها اليوم بين هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ومكتبة الأسكندرية التاريخية العريقة تكتسب أهمية خاصة ومكان رفيعة ومرموقة وتطوفي ذهني رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه نحو توثيق العلاقات بين الشارقة والإمارات والعالم العربي وفي المقدمة مصر العروبة والتاريخ اتربط البلدين علاقات تاريخية وأواصر متينة آملين وراجين من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأرشيف والتوثيق والتوثيق الرقمي وتقديم البرامج التخصصية المتعلقة بحفظ وتنظيم وترميم الوثائق بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول علم الوثائق وخطوطها نعتبر أن هذا التوقيع هو تأكيد لواقع موجود على علاقات بيننا قوية كانت ولا تزال وسوف تظل بإذن الله ولكن يضاف إليها اليوم وسيقة للأجيال القادمة ليدركوا أن هاتان المؤسستان الكبيرتان مكتبة الأسكندرية وهيئة الشارقة قد اتفقت على أن يسلك طريقا واحدا هو نفع العرب وخدمة الأمة وصلاح أمرها من خلال ما يكتب وما يحفظ لأننا معنيان معا بالتراس والإبداع في نفس الوقت وبموجب الاتفاق سيقوم الطرفان بتبادل كل ما يصدر عنهما من كتب ودراسات وبحوث تخصصية بهدف إثراء المحتوى لدى الجانبين بالإضافة إلى عمل وتطوير المشروعات البحثية في مجال التأريخ والتوثيق هذا إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات الهيئة وبناء على هذه المذكرة سيتم التعاون مع مكتبة الأسكندرية على تبادل الإصدارات والدراسات إن شاء الله من خلال هذه المذكرة في الفترة القادمة إن شاء الله جاء توقيع المذكرة اليوم كحجر أساسي توطيل العلاقات والتعاون بين الجهتين لمشاريع مشتركة لإبراز التاريخ ولها عائد كبير توثيقي ومعرفي لذاكرة حفظ الغد وختاماً أهدى وفد الشارقة للوثائق والأرشيف مكتبة الأسكندرية مجموعة من إصدارات منشورات القاسمي بالإضافة إلى مجموعة من إصدارات الهيئة فيما قام الدكتور الفقي بإهداء وفد الشارقة مجموعة من أهم الكتب عن مصر الإسلامية والصادرات عن مكتبة الأسكندرية وتخص الأزهر الشريفة زيارة بهدف إحياء التاريخ واتفاقية بين كيانين من أكبر الكيانات الثقافية في المنطقة سنرى إنتاجهما قريباً الذي من المتوقع أن يسر الساحة الثقافية في الوطن العربي لأخبار الضار محمد عبد الحكم القاهرة